بعد انفجار ثورات الربيع العربي أظهرت الدراما العربية أن فكرة توظيف الدراما لبعث رسائل متنوعة قد أخذت بعدا أكثر وضوحا ومباشرة الدراما التلفزيونية أعتقد أنها بالسنوات الأخيرة السنتين الأخيرات تحديدا أصبحت بجزء كبير منها هي دراما مخادعة دراما بعيدة عن قضايا الناس نحن عارفين قضايا العالم العربي قضايا في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اليمن هذه مسائل لم يتم الاقتراب منها بشكل موضوع الفن مرآة المجتمع عبارة طالما ترددت للتعبير عن الدور الذي يؤديه الإبداع في المجتمع ولكنه بعد بدء الثورات العربية تعد عن قضايا الناس وقضايا العالم وما يجري بها ولم يتم الاقتراب منها بشكل موضوعي الدراما العربية هي مقصرة في ما يحدث في مجتمعنا العربي وخصوص الأحداث المتراكمة التي تتزاحم على مجتمعنا العربي وكذلك الأشياء الدخيلة على وطننا العربي فيما يجد بعض الممثلين أن الدراما العربية لا يجب تقييمها في الوقت الحالي لأن الوضع السياسي والاقتصادي في البلدان العربية يعاني كما تعاني المجتمعات هل قدمت الدراما عن هذه المرحلة فأنا ضد أن تقدم الدراما الآن في هذه المرحلة عما يحدث لأنه لسه اللي بيصير هو القشور إحنا شايفين منها لسه مش عارفين العمق والمسافة الأبعد أو الحقيقة ما وراء هذه القشور فأنا بحكي نستنى شوي لنكتشف وإحنا كل يوم عادي نكتشف كل يوم حقيقة مرة تأجح النص الدرامي بين عدم القدرة على قراءة الواقع المتغير من يوم لآخر في الآونة الأخيرة وعدم تبلور المشهد بعد الثورات العربية أدى إلى ضعفه وابتعاده عن الواقع الدراما العربية في ظل الثورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والتقنية ابتعدت عن تطلعات الشعوب وعن احتياجاتهم رانيا حمور أورينت نيوز عمان